أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدائمة لموقف توفر السلعي في الأسواق وأوضح مدبولي خلال اجتماعاً له أن هذا الاهتمام يأتي في إطار الحرص على ضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة لسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الاحتياطية الاستراتيجية من السلع الأساسية في الحدود المطمئنة حيث يبلغ رصيد من القمح أربعة أشهر وستة أسابيع ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل هذا وتواصل الحكومة جهودها في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة معارض أهلاً رمضان في جميع المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل ترجمة نانسي قنقر